السلام عليكم أحبائي طلبة الصف السابع وأهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات معكم المشرفة التربوية نادية جبر من مديرية تربية نابلس أحبائي طلبة الصف السابع عنوان درسنا اليوم التناسب العكسي عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تقود قادرا على التعرف إلى التناسب العكسي والتعرف إلى ثابت التناسب في التناسب العكسي تعلمنا سابقا عزيزي الطالب أن التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر يسمى ألف على با يساوي جيم على دال تناسب حيث الأعداد ألف وبا وجيم ودال حدود التناسب وألف وبا وجيم ودال أكبر من صفر كما يسمى ألف ودال طرفي التناسب وبا وجيم وسطي التناسب إذا كان ألف على با يساوي جيم على دال يشكلان تناسب فإن ألف في دال يساوي با في جيم وهذه هي قاعدة الضرب التبادل أحبائي الطلبة لنبدأ بالنشاط الأول من أنشطة هذا الدرس ينجز عامل بناء السور في 12 يوم وينجز عاملان بنفس القدرة بناء السور نفسه في 6 أيام كم يحتاج ثلاث عمال بنفس القدرة لبناء السور؟ في هذا النشاط استخدمنا الرسوم لتوضيح المعطيات علما أن المستطيل الكبير يمثل العمل المطلوب أي أن هذا المستطيل يمثل العمل المطلوب في المرة الأولى وهذا المستطيل أيضا يمثل العمل المطلوب في المرة الثانية وهذا المستطيل هو نفسه يمثل العمل المطلوب في المرة الثالثة لكن في المرة الأولى لدينا عامل واحد في المرة الثانية لدينا عاملان في المرة الثالثة لدينا ثلاث عمال يمثل هذا اللون إنجاز عامل في اليوم الواحد هذا هو المستطيل الذي يمثل إنجاز عامل واحد يمثل هذان اللونان أو هذان الرسمان ما ينجزه عاملين أي أن كل منهم ينجز نصف العمل نكمل التلوين عندما يقوم ثلاث عمال بإنجاز العمل نلاحظ معا كيف نكمل التلوين هذا لأحد العمال وهذا العامل الثاني وثم العامل الثالث أحبائي الطلبة نكمل معا النشاط ماذا نلاحظ على المقدار سين فصاد؟ طبعا بعد إكمال الجدول نلاحظ المقدار سين فصاد سين هو عدد العمال وعدد الأيام صاد قلنا إذا كان عامل واحد سيقوم بالعمل يحتاج إلى 12 يوم أما إذا كان لدينا عاملان فيحتاجان إلى 6 أيام لكن إذا كان لدينا ثلاث عمال فنحتاج إلى 4 أيام نلاحظ أن واحد في 12 يساوي 12 كما أن اثنين في ستة تساوي 12 ثلاث في أربعة يساوي 12 إذن سين فصاد ثابتة في هذا النشاط وتساوي 12 نسمي المقدار سين فصاد أعزائي الطلبة ثابت التناسب أحباء الطلبة ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أنه كلما زاد عدد العمال قل عدد الأيام كلما زاد عدد العمال قل عدد الأيام اللازمة لإنجاز العمل أي أن عدد العمال يتناسب عكسيا مع عدد الأيام اللازمة لإنجاز العمل ننتقل معا إلى تعريف التناسب العكسي أحباء الطلبة إذا كان السين وصاد متغيرين بحيث نسبة صاد في سين تساوي مقدارا ثابتا ولنسميه كاف فإن صاد والسين متناسبان عكسيا أو سين يتناسب عكسيا مع صاد تكتب سين في صاد تساوي كاف أو سين تساوي كاف على صاد حيث كاف هو ثابت التناسب لنحل مع النشاط أيضا أحباء الطلب خططت الحاجة أم أحمد إلى تقسيم فطيرة الجبنة والزعتر بالتساوي بين حفيدين فلما حضر حفيد ثالث اضطرت إلى إعادة التقسيم بين الثلاثة إذا زاد عدد الأحفاد الحاضرين فوصل إلى ستة أحفاد وتريد أم أحمد أن يكون نصيب كل منهم مساوي لنصيب الآخر كيف نساعد الحاجة في تقسيم الفطيرة لتكفي الأحفاد الستة معنا نكمل الجدول الآتي عندما كان عدد الأحفاد اثنين أحبائي فإن نصيب كل منهم يساوي نصف الفطيرة ولكن إذا حضر ثلاث أحفاد إلى المنزل الحاجة أم أحمد فإن نصيب كل منهم يصبح ثلث الفطيرة أحسنتم إذا كان هناك أربع أحفاد فإن كل منهم يحصل على ربع الفطيرة وإذا حضر إلى المنزل ستة أحفاد فكل منهم يحصل على سودس الفطيرة نلاحظ معا أحبائي الطلبة أنه كلما زاد عدد الأحفاد قل نصيب كل منهم ثابت التناسب ماذا يساوي؟ يساوي اثنين في نص يساوي واحد أيضا ثلاث في ثلث تساوي واحد أربع في ربع تساوي واحد ست في سودس تساوي واحد إذن ثابت التناسب ممكن أحصل عليه من أي نسبة من هذه النسب وهو يساوي واحد ما هو نوع التناسب أحبائي الطلبة؟ إنه تناسب عكسي لماذا؟ قلنا إنه تناسب عكسي لأنه كلما زاد عدد الأحفاد قل النصيب المخصص لكل منهم والآن أحبائي طلبت الصف السابع في نهاية هذا الدرس لا بد من مهمة تقويمية نلاحظ معا الأسئلة يمثل الجدول الآتي قيم المتغيرين سين وصاد هل تمثل النسبة سين إلى صاد تناسب؟ وما نوع هذا التناسب؟ ثم نجد قيمة ثابت التناسب نكمل بإيجاد قيمة سين عندما صاد تساوي ثلاثة بالعشرة طبعا هذا السؤال مرتبط بالجدول السؤال الثاني تستغرق المرأة الفلسطينية خمستاشر يوما في تطريز شالها فإذا تعاون الثلاث نساء بنفس الكفاءة في التطريز في إنجاز هذا الشال فكم يوما يحتجنا لإنهائه؟ أحبائي طلبت الصف السابع سرقت بلقائكم وإلى لقاء آخر بإذن الله